ووصلنا لفقرتنا ومساحتنا الطبية أكيد نيرمين بنسمع كتير بأنواع لعمليات التجميل ولكن اليوم رح نحكي عن تقنية تجميلية أكيد غريبة بتفكري بيوم الأيام أنك تغيري لون عيونك؟ لا أنا بصراحة أحب لون عيوني وخصوصا إذا لعبنا في نحن الصبايا بالمكياج نيرمين اليوم طواضي عاجب ده طيب ثقة ثقة بالنفس بس خصوصا أنه مثلا إحنا بالبنات فينا نلعب عليه بالميكوب يعني أحيانا إذا اخترنا ألوان فبيقلب لون عيونيك عدسات فينا كمان في العدسات بس اليوم في تقنية جديدة بعالم الطب وعن نشوف في حالات لتغيير لون العينو اليوم طبيا عم يقولوا هذا الشيء كتير غلط اليوم ضيفتنا حتى تعرفنا إذا كان صح أو غلط وشو هي الحالات اللي ساويت هاي العملية هاي هل نشحت أم لا ضيفتنا لليوم الدكتورة بوثينا بدر الدين الشيخة اختصاص أمراض عيون وجراحتها يسعد صباحك يسعد صباحكم يسعد صباحك حبيتك كتير ما في إحنا من الجمال الطبيعي وكل الله يعني الله خلقنا بأحسن صورة لأنا وعطانا كي شيء خلو فجمال العين بجمال شخصيته للواحد صحيح هلأ أنا كمان غير أنه أنا بحب لون عيوني بس الفكرة بخاف يعني بحس أنه هذا العضو من الجسمي هو كتير حساس فإذا ممكن إحنا زرة غبرة ممكن تعمل يعني انتفاخ أو رماد أو إلى آخر هلأ قبل ما نفوت بالأخطار والمحاذير بداية خلنا نتعرف على هاي العملية نحن مثل ما قالت رشا متعودين أنه واحدة غيرت لوني لوني وعيوني بس عن طريق العدسات ملونة فنحن هون عم نحكي عن عملية عم تغير بشكل دائم لون العيون خلنا نتعرف أكتر على هاي العملية هلأ هي هوة صائرة عند الصبايا من شكل عام في منهم حتى شباب بيحبوا الألوان الفاتحة يعني نحن اللون الطبيعي بيجي من قزحية العين هاي القزحية اللي بتتكون يعني لوني بتكسبو أنه تراكم صباغ بس يكتمل تكاء يعني تراكم الصباغ بصير اللون غامق يعني أسود بإني كل ما كان صباغ ناقص فبيعطينا الألوان الفاتحة نسبة العيون الملوني تقريبا شي 15-16% من نسبة العيون العامة وطبعا ما يلي الإنسان لشي كل شي غريب وهذا بيجزبو فبتلاقي عندهم هوس أنه يدوروا كيف ممكن نغير لون عيننا هلأ تغير لون العين الطريقة الأسلم اللي ممكن يعني متل ما تفضلتوا أنه نقللهم للمرضى أنه ما في مشكلة استخدام عدسات لاصقة ملونة وخاصة العدسات اللاصقة الملونة اليومية يعني بتستخدميها مرة وبترميها بآخر النهار هاي كتير صحية ممكن تكون مكلفة معاديا أكتر من غيرها مظبوط بس هي أنه أنت العين حطتي له هاي العدسة اللي ملونة استخدمتي أنا مدة معينة 6-7 ساعات متواصلة بعدين شلتيها ما رجعت مرة تانية لعينك لا حتحمل مع احتمال الالتهابات أو القصص هاي فهي أسلم طريقة الحقيقة وآمنة بالنسبة للعين حتى أحيانا تعمل حساسية تمام هلأ كترة الاستخدام سوء الاستخدام للعدسات اللاصقة خاصة هدول اللي بيقيموهم بيحطوهم بالمعاقم بيرجعوا بيحطوهم فإن هاي المواد التعقيم حتسجعت تفوت لقلب العين ولو بكميات قليلة المدة الطويلة تبعيتها عم تعمل حساسية أشد بالعين بصير نشفان بالعين جفاف بالعين من قلله فإلى محازيرة بس إحنا يعني عم نقول هاي الطريقة الأسلم وأسلم شي إنك تستخدمها عدسات لاصقة ملونة يومية استخدمها وتكبية هاي إذا كتير يعني الواحد حابب يغير هلأ نتيجة إنه كل شي نحن بموضع التجميل والترنت شو واحد عمل هيك عمل فإنه العالم كلها بتركض وراء الجديد والصيحات الجديدة القصة مو جديدة القصة صلى شي أربع خمسة سنين عم يشتغلوا عليها عم يحاولوا لأؤتروا مشان يغيروا لون لا يغيروا لون لا الله هي لهونة مستخدمة من أربع سنين أنا بعرف مريضة جارت لها العملية في دمشق بس ما في نسبة يعني ما في اليوم نسبة راحوا عينتين تنتين ما بتشوف المريضة إفاق يعني مين كان كارثة ما منك أنتغير لأنه صارت عمى هي عمى فأنا ما عد يعني حدا اللي اشتغل هلأ الطرق اللي متاحة قدامنا في عنا طرق ليزرية هاي كانت جهاز ليزر عبارة عن ياغ ليزر هاي القزحية بإنا هي تراكم أصبغة هذا الليزر بطول موجة معين بيدربة لها القزحية بتطر الصباغ مننا يعني نحن عم ننفذ نفذ الصبغة عن القزحية فهي كل ماله بتفتح هاي ممكن نعملها الواحد عجل ساعة هاي الطريقة يعني بيكون في حالة طبية لا 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 هاي الطريقة اخترعوها مشان يغيروا لون العين هاي نحن اللي يا جليزر قل له استخدامات طبية تانية بس إنه محل نحن عم نضربه فبيروح الصباغ فإنه أوكي استخدموا إنه ممكن يعملوا أكتر من جلسة مو هون المشكلة مو بضربة الصباغ المشكلة هذا الصباغ وين وقت وين عم يروح هذا الصباغ بيروح لقلب العين يعني مو أنوا طالعتوا أنتوا ضربتوا طالعتوا برات العين بقلب العين بيروح لمصرف العين وبيسدوا بيصير نحن بقصة تغير العين تتحول لقصة شو انصداد مصرف العين اللي هي المي السوداء يعني ارتفاع ضغط العين يعني المرض الغير قابل للعلاج كنا مو هيكي حتى إذا رح ضل معك بالناحية العلاجية إننا نحن عم نضرب صباغ العين عم يهر الأصبغة إذا شبيه لون اللي بيطلع بعضه مثلا إذا واحدة حاب عيونها عملت كل هاي العملية اللي يصيروا عيونها زرق أو خضر حسب مقمون اللون لا هي حسب عملك هي مراحل يعني أنت بتشيل الصباغ بتشوف شو اللون اللي يطلع معك لا والله أنا حابة أفتح بتضرب ضربات أكتر فهي مراحل إنو عم أنت تشيل الطبقات أصبغة هي اللي أفتح شي إنو حتكون آخر شي رمادي بلا لون تمام اللي قبلها حتكون في أزرق اللي قبلها أخضر الدرجات البني البناني فهدول الدرجات حسب إنو أنت قديش دار بالصباغ وقديش اللون الأساسي تبع العين يعني ممكن اللون الفاتحة شوي إنو ما تحتاج ضربات كتيرة أو عدد جلسات كتير حسب لون العين منتاج عدد جلسات كل ما كان لغامر الليزر بالشكل عام يعني موجات مؤزية هو مؤزية إذا استخدامها غلط الليزر نحن عنا استخداماتنا العينية كتير قلوا استخدامات عينية يعني فيه ليزر مشان قزع القزحية ليزر لنفتح مصرف للعين بس هذا قلوا استطباب طبي يعني نحن مشان عالج مرض موجود ما بيجيب شي طبيعي موجود وبكمية كبيرة وبسبب أنا أليه التهابية بالعين هذا الصباغ بيعمل إذا قلنا بيعمل ضغط عين بيسد الزاوية تبع العين بيعمل شي تاني كمان بيعمل التهاب بقلب العين تلاقي العين عم ملتهبة حين حمرة مغبش النظر نازل مانو قدران وكتير صعبة تهدية للعين بس يصير فيها هيك فآخر شي عملي تفقد العين النظر تبعها تدريجية مشان نغير لون عيوننا ما بعرف إذا بيستحق الموضوع هاي المغامرة أكيد لا عم تتكري شي من السلبيات شو نير مين عم تفقد القصة هلأ هاي الصه الطريقة الأبسط هاي اسمها طريقة الليزر يعني المريضة قاعدة هيك على جهاز معابي للطبيب على ضربات الليزر الطريقة الثانية اللي لا ما كتفوا فيها انو متل ما حتفضلتي انو نحنا انو شو بدي ضمني أنا بدي هذا اللون ما بدي اللون فلاني بدي هذا اللون فكيف بدي أعمل أضمن هذا اللون اخترعوا متل عدسات اللاصقة اللي من حطها برا اخترعوا عدسة لاصقة جوا فبيفتحوا العين درجة انو نحنا مفتح العين هي كتير حطة سهل يعني خمس دقائية بس جي راحة بدت تفوت لقلب المش العمليات وتعقيمه وتخدير وكل شي بيفتحوا شقة صغير وبيحقنوها لهاي العدسة حقا جوا بقلب العين اللون اللي بديك يا يعني الشكل اللي بديك يا هي دائمي مدى الحياة؟ هي المفروض هيك وقت ما اخترعت يعني الطريقة يعني استخدموها مشان هالقصة انو بتعطيك اللون بديك يا المشكلة جمان انت عم تحطي مادة عم تحشرية بمحل منا محلة طبيعي تمام؟ زي ضيقتي العين يعني حطيتي عنصر غريب بما انتأمو محلو وهي كمان بدورة وين قاعدة قدام القزحية كل حركة القزحية وهي العدسة فوقا عم تحك فيها عم تطالع أصبغا بنرجع عم نفوت بنفس الاغتلاطات المية السوداء المية البيضاء التهاب العنبي القرنية القرنية الدام هيك هي القرنية الدامة شفافة هاي القرنية الخلايا تبعيتها من نتيجة هالالتهابات بتخف تنقص مع الوقت بصير العين من بره بيضة فبتكون بقصة بصير بقصة في حتى ببرنامج دوكتورز بأمريكا عرضوا بعد هاي الموضة اللي كتير هالقلاجعة جديد انه عرضوا واحد كان حابب كتير يغير لونه عيونه بالألفين وتسعة كلهم نصحوا انه قوعة وقصحة وهيكو الأطباء نصحوا دل هو مصر هلأ بالألفين وثمانتاش أو تسعتاش انتهى بالعمة التام فكان هو عم يحكي عن مأساته انه انا فتت وكل العالم نصحتني بس انا يعني انه بدي جرب بدي اعمل عامة تام عملوا 26 دراسة ل 128 حالة انزرعت لهاي الشريحة اللي عم نحكي عنا او العدسة اللي ملونة بقلبي العين 68% من المرضى اضطروا يرجعوا يشيروا العدسات لانه انتهبت العين وهذا 48% صار عندهم مي سودة ضغط العين ارتفع وما عاد نزل لعدس تجاب على دواء ولا شي 34% قرنيتهم مثل ما انه صارت على التهابات قرنية متكررة ووزن مقتوقرنية وكسفت صارت بيضة 17% صار عندهم مي بيضة 6% عم تام غير قابل للتراجع نسب النجاح معنا عتا قداش حم تكون ما في نسب نجاح بعد هذا الحكي ما في نسب نجاح الحقيقة بتلاقي راشي في عالم بدا تروح وبدأ تسوي العملية ايه يعني هاي الاصرار انه رغم كل التنبيه والتحذير انه نحنا قدام عملية مدمرة للعين عملية ممكن انت تفقد نظرك مستهلة انك تغير لون عينك مشان تفقد نظرة تشرف تشرف بتروح العين المشكلة التراجع صعبة ماديا اليوم هاي العملية مكلفة مكلفة جدا طيب من خلال عملك ومن خلال اصدقائك الاطباء في حدا عمل هاي العملية ونجحة او كان غير راضي عنا يعني او ما انو مقتنع اليوم انسا اجاكي بي مبلغ كتير كبير انك تساوي حدا عملية هلا انا شخصيا مستحيل طيب من خلال علاقاتك وتجارب الاشخاص الفكرة الاطباء العينية كتير وعين بهالموضوع يمكن انا اسمعت عن طبيب او طبيبين زرعوها بس انت لنهاية كانت مأساوية جدا يعني المرضى اللي صارت المريضة اللي صارت هاي المريضة كل اطباء سوريا بيعرفوها طيب ليه ما بصير منع لالعاق هو المفروض هاي هلا في دول منعت انه تتداول هاي الخاصة زرع الشريحة او العمليات الجديدة الليزر لانه ما في عليها اف دي او يعني انه خلاص انه ما في بس فيه عالم في مناطق معينة اماكن معينة مسموحة هلا انا بس بدي نوح على شغلة مشان ما اكون يعني هيك سلبية كتير لا مؤسط سلبية هلا انا بتجيني عين هلا احنا بعد حرب خضناها فقدنا كتير عيون حوادث رضية صحي بتجيني عين بيضة القرنية تبعيدها بيضة هلا انا مو هدفي وقتا انه انا اعمل جماليا انا هدفي انه سير المنظر مقبول بين العينتين وقتا بالداخل على القرنية نفسها بعملها تاتو وشم وشم قرنية بس هاي القرنية فاقدة للبصر بالاساس بس لون هي فيها مشكلة وانا هدفي وقتا وقت ما بعمل هيك وشم قرنية او بتغيير لون قرنية بس هدفي تجميلي جمالي فقط لا اكتر ولا عال هلا الموضة الكتير رائجة انه هذا استخدموا هذا وشم القرنية صاروا يستخدموا للعيون السليمة هاي الطريقة الجديدة للترند الجديد انه هذا وشم القرنية استخدموا جهاز ليزر صاروا يسقبوا القرنية ويحطوا فيها الصباغ نفسه نفس اللي بنعمله بس نحنا للعين المريضة العين سليمة ما فيها شي ما فيها كسافة بس شو بيستفادوا كمان تغيير لون اي بس انتي كستفتي كستفتي قرنية هي بالاساس المفروض تكون شفافة يعني هاي انتي مثل هدا البلوري اللي بقى فانا انتي حطي طيله لون فيامتي فيامتي غمأتي ما هتفاتت الاشع على صحلة للعين تمام غير انه ممكن هاي القرنية مع الوقت تصير بيضة تتكسف نتيجة هذا الصباغ الموجود اللي حطيتوه فيه فهي الترند الجديد الحقيقة يعني هذا احدث ما عملو مشان تغيير لون العين داشا الموضوع خطير وبيخوف لما انتي عم تشرحي يعني احنا نعرف حالات انه بدي عمل عملية لازك او لازر فيه ناس كتير بتتردد و بتخاف وين فيه ناس هون استاتم تردد لانه تعمل تداخل لازري على العين وين نحنا عم نحكي بموضوع ما له اي فائدة يعني ما في منه اي جدوى بس بدي ارجع لنقطة زكرتية عن استخدام العدسات كنت عم تحكي انه لمرة واحدة ومنرمي العدسات هاي اليومية اليومية بس انا بعرف كتير اشخاص بيستخدموها لمرات كتيرة بحطوة شهرية بينقراض الميكب يعني مثل شغلة تزيينية فقدش هذا الموضوع خطير كمان هلا كتير مهم نوع العدسات انه انتي ما تشتو يعني ما يجيب العدسة الرخيصة لانه ما بتعرف شو المواد المصنوعة من الماتيريال اللي ممكن تحسس العين تمام فهي اول شغلة باختيار العدسة احسن انواع العدسات هي العدسات اليومية الي تستخدم فترة مؤقتة اللي هي مدة 24 ساعة وبتنكب هاي تعتبر صحية جدا للعين تمام لانه انتي ما طلعت برات العين ما لمستش انتي مباشرة امتيها من علبتها حطتيها على عينك المعقمة بعدها ايضك معقمة العين استخدمتها بهالفترة امتي رميتها بعد ما رميتها ما رجعت على العين خلاص انتهى الموضوع فيها فهي كتير صحية هلا نحنا لتلقيك من البداية انه هاي مكلفة فبيحسبوها الواحد ماديا فبيجيبوا الشهرية الشهرية انه انتي بتحطيها بس بتشيلية كل يوم ما في ممنوع النوم بالعدسة اللاصمة طريقة تحط العدسة بدي اسألك كمان بيأثر ممكن مثلا هي ممكن بتبدو سهلة انه انا شيلة وحطة لزق لا تعود ممكن يكون في مثلا تخديش للعين ايه اذا ما عرفت تحطيها اكيد بتخرشيها ممكن سحجية وممكن تعامل سحجة قرنية وقلم شديد وإحمرار ودمعة بالعين اذا ما عرفت تحطيها مهي على التعود بصير بحطوها والصبايا كتيش عطيم بتشوف يوم بلا براية يوم دعم لي هيا نايمة بتخطيها هي الفكرة بس بدي نبه بس للصبايا بقصة عقامة الإيدين اللي عم يستخدموها العدسة يشيلوها من المعاقمة تبعيتها يحطوها بطريقة عقيمة وشيلتها بنفس الطريقة هلا الفكرة كمان انه العدسة ما تنشف ميطة اللي محطوطة بالحافزة تبعيتها ينتظروا لها الموضوع إذا عدسة ناشفة بيحطوا لها نقطتين ويرجعوا يستخدموها وشغلة بس أخيرة مشا ما أطول كتير عليكم المي ما بصيرت غسلي عدسة بالمي مي عادي هذا من نوعها غسيل لعدسة بالمي معاقمات خاصة فيها ولا أنه وقعت يلا بشيلة بحطها لأن نقطت مي عليها وبعدين برجها نقلت لها التهابات وممكن تنتهي آخر شي بخراج قرنية لا سمح الله كسافة قرنية واخر شي زرعة قرنية ما أنا مستاهلة الموضوع طيب دكتورة في كتير من الصبايا بيستخدموا العدسات وبيقولولك أنه أنا مثلا بعقم صاح وبحطها بطريقة صاح ولكن وقت الحطها بتدقر عيني ما أنا عم بقدر أنا في عين عم تدمع عم تدقر معي فبضر أني إيمة اليوم تكون مشكلة بالعدسة أو في مشكلة بالعين الصبية ما أنا عرفاني فيها هلأ ممكن تنتين ممكن العدسة تكون مادتة مثل ما أنا مو كويسة أو خلاص عمرة يعني هي سهلكت نتيجة التعقيم والحط والإيم فهي مادة تستهلك يعني فسهلكت فصارت غير صالحة الشغلة الثانية أنه ممكن تكون من عين المريضة نفسها العدسة اللي عم نحطها هي عدسة رطبة يعني هي بتحتاج أنه تكون في رطوبة منيحة بالعين فالعين الجافة ما بتناسبها أول ما بتحط العدسة بعينها متل ما تفضلت إلتي أنه زرت غبرة إذا فاتت بعين بحس الواحد كتير فعم تحطي أنتي مادة أو عدسة عم تطالب أنه هي بدأ رطوبة مشان هي تضل رطبة ما تصير آسية ما ترجع تتسلب فإذا العين ما عم تفرز دمع مظبوط الدمع تبع قليل جفاف العين أكيد ما حتتحملها حتحسها مثل شوكة بعينها طول الوقت عم تعمل غباشة رؤية لأنه هي على الطبقة الأولى من العين فبهالطريقة بتلاقي المريض ما أنه مرتاح بالعين بعدسته بس بده يشيله من عينه عينه حمراء لا يكابر أنا بقول لهم لا تكابروا بس تلاقيوا عينك حمراء عم تدايقك شيله عم أنتها في شي غريب بالعين ممكن أنت عم تحطيها سحشتي قرنيتك مثل ما تفضلتي بالأول البلاها يعني بتعمل التهابات بتعمل خراجات بتعمل مشاكل كبيرة يكون شغلة صغيرة بتصير قصة كبيرة كتير نشوفها كتير حالات من الصبايا بيكون بصير عندهم مشكلة وفي صبايا بيستخدموا السشوار بعد ما يركبوا العدسات أو بيتعرضوا للبخار أو للحرارة كتير مؤذية هاي القصة وكتير في تحذيرات لا إله يعني ممكن العدسة اليوم أنه تدوب بقلب العين إذا كان في حرارة كتير أوية هلأ بتكون تعرض مباشر للعدسة هذا السؤال ده بقول لهم أنا بقابل السشوار بقابل الفرن بقابل القصص اللي فيها سخونة عالية لأنه هي مادة يعني بتدوب آخر شيء فأنا المهم ما يتعرضوا لها الحرارة العالية بس هي الفكرة بالحرارة والهوى الصفن حتى بالتكييف أو بالكونديشن اللي على السخونة الجفاف ما في رطوبة نحنا بهمنا الرطوبة للعدسة مشان ما تصير مادة آسية بالعين دخان رجيل كله معباض كله بيأثر هلأ بالنسبة للي منحطوا العدسات ومكياج هلأ العدسة اللاسقة هي آخر شيء بده تنحط بعد ما يحطوا المكياج كامل آخر شيء بده تنحط العدسة اللاسقة وهي أول شيء بده تنشال يعني مو بالعكس أول شيء آخر شيء بده تنزل بعد ما يحط المكياج كله بتنزع الميكب هو هاي شطر أنه ما تنزع الميكب أنه بدتكون العين متعودة مرتبة مضبوط حتى أنا فيه مثلا بيجوني أنه عنده عروس عنده مناسبة بدري شو بده تحط عدسات عينها ما بتتحمل العدسة فيه أنه أنا بهيأة للعين ممكن أعطيها شوية أطرات مضادة حساسية ممكن أعطيها شوية أطرات دمع قبل فترة هيك تلاقي العين مرتاحة فبتتحمل العدسة اللاسقة برياحة آخر شيء بتنحط لأنه بتكوني حطيتي الميكب والهذا وما جرحتي للعدسة وأول شيء لازم تشيلية مشان ما تتلوت ما يصير له بتشيلية بعدين بتمسح الميكب خلاني نرجع لنقطة كتير مهمة وهي مسؤوليات الطبيب اليوم لهذه العمليات الفئات العمرية يعني ممكن أنت بتنصحي أنه ما تتبسوا عدسات قبل هذا العمر أو ولنفرض عمليات تغيير لون العين أنت هلأ عم تقولي ما أنه كتير يعني موجود بسوريا وفي حالة سيئة كل الناس بيعرفوا عنها هم بيسأل شو كانت مسؤولية الطبيب يعني هم معلوا مسؤولية أنه وحد رحلت لحالة عمل هاي مساءلة أو مسؤولية بدك تسألي شي حتى قانوني بالموضوع هي الفكرة أخلاقيا هي حرام يعني أنا كطبيب وبعرف أنه هال اختلاطات كلها قدامي ولفائدة غير طبية يعني ما في شي بيبرر لي أنه أنا ليش أستخدم هلا أنا فيني أستخدم مثلا عملية ممكن في قلت لك أنا هاي مثلا هدول تبع الحرب والكسافات القرنية أنا طبيا هي حالة تجميل نوعانية هنا كله تجميل بس هذا تجميل لحالة لهدف أنه علمي وضروري ولتقبل المريض حاله بالمجتمع والعين هي بالأساس غير مبصرة تمام فأنا أوكي في عالم بتروح قزحيتها بالحرب بالعمليات بالأسأسة في عنا عدسات جوه بقلب العين بتنزرع معها شوي من القزحية أو كامل قزحية أنه هاي مضطرين عليها لأنه في مشكلة بشكل العين أما والله عين سليمة لا تشكو من علة إيجي أنا حطلها علة مشان أنزعها ما في بتحطلها علة اليوم يا دكتورة من عملك ومن رسالتك الإنسانية اللي أنت عم تحمليها شو الرسالة اليوم اللي حبيت ورجها إن كان لأ الزملاء وإن كان لكل حدا اليوم عم يشوفنا عم تفكر ولا تفكر بهي العملية هلأ بتمنى باللي عم يفكر ما يعود يفكر بالموضوع ما في عنا شي بيح يعني عملية آمنة بس تصير العملية آمنة يعطونا نسبة مية بالمية يا سيدي يجربوا ما عندي مشكلة بس هلأ أنا يعني التجميل والصيحات اللي ماشية وكل واحد بتطلعلي بموضة بتطلع العالم كلها راك دي ورا فكروا فكروا سلامة عينكن أولا أهم شي العين النظر اللي بيروح ما بيرجع للأسف أكيد بنشكرك لليوم ونشكرك كل هالمعلومات الحلوة من خلال تواجدك اليوم إن شاء الله الرسالة تصل إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل حدا عم يشوفنا اليوم ويفكر مرة ومرتين وثلاثة اليوم حلو القناة وحلو إنه نحن نقبل بالشيء اللي عطانا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين على كل حال أكيد نشكرك دكتورة لو وجودك معنا ومتل ما أتي هي تجربة لا تستحق أبدا المخاطر شكرا كتير إليك شكرا لكم يعطيكم العافية شكرا لكم